عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن الجزء الأول من هذا الحديث يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى يتعلق بالتقوى وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي من تقوى القلوب أن تذكر الله كثيرا وأن تسبحه بكرة وأصيلا من تقوى القلوب أن تمتثل أوامر الله أن تصلي الصلوات في أوقاتها أن تقدم الزكاة والصدقة للمحتاجين من المساكين والفقراء والعاطل لنعي الأمل أن تصوم رمضان وأن تحش بيت الله الحرام من تقوى القلوب أن تجتنب ما نهى الله عنه من الفواحش والموبقات ومن الكذب والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من الأمراض التي تعرفونها والتي تقرأونها في مطهرات القلوب من الكبر والحسد والرياء فعلاقة المؤمن مع ربه هي علاقة يجب أن يراجعها دائما وأن يكون حريصا على صحة هذه العلاقة فإن من أحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى أصلح الله علاقته فيما بينه وبين الناس ترجمة نانسي قنقر